اشتركوا في القناة وانما في العهد الحجري فما فوق منذ بدأت نشأة البشرية يعني او تطور البشر قليلا كنت عزيزي اذا خلقت في ذلك الزمان اذا اردت ان تحفظ لنا فكرة او نص او صورة او رسمة او اي شي فانت مضطر الى ان تقوم بنقش فكرتك هذه على حجر او داخلك ثماء ومتأكد بان فكرتك سوف تبقى لملايين السنين حتى عصرنا هذا لنرى ذلك وندرس يعني هذا كاكتشافات قديمة جدا لكننا مع التطور او تطور البشرية مع الوقت صرنا نرى الكتب والرسمات وغيرها من الاشياء حتى وصلنا الى العصر هذا العصر الذي يجبعني واياكم اعزائي عصر التكنولوجيا حيث تجمعت كل معارف البشر ملايين البشر لتصنع لنا اشياء مذهلة جدا لتمكننا من حفظ ليس نص واحد او صورة واحدة او رسمة بل مئات الصور مئات الفيديوهات بل الاف من الاشياء او من ملفاتنا او من حياتنا اليومية التي تحفظ سواء داخل بطاقة الذاكرة او يعني مفاتيح اليو اس بي او الاقراص الصلبة او يعني اي شيء مخصص في التخزين هذه الاجهزة التي تخزي لنا بلياناتنا او معلومات حياتنا مثل بطاقة الذاكرة مثلا التي قد تبدو لك قطعة بسيطة تزين بضعة جرامات او اقل من جرام حتى هذه القطعة تحتوي على الاف الصور الذي اذا طبعتها الى ارض الواقع الى شيء ملموس سوف ترى يعني الاف الصور لكن داخل هذه القطعة او بطاقة الذاكرة هذه يتواجد عالم مصغر عالم مجهري يحتوي على ما يشبه ملايين الطرنزستورات التي تحفظ لك يعني بياناتك ويحتوي على مجموعة من المصارات مصارات توصيل البيانات الدقيقة جدا هذا بفضل يعني التطور التكنولوجي الذي وصلنا اليه هذا يجعل يعني بياناتك الشخصية تحفظ في عالم مجهري بمعنى او بالمعنى الحرفي الوسيلة الوحيدة بينك وبين بياناتك هي هواتفك او حواسبك او اي شيء من هذا القبيل لكن ما قد يحدث او يعتبر كارثة حقيقية هو انك لسبب او لمجموعة من الاسباب قد تفقد هذه البيانات وتفقدها بصفة نهائية لتختفي داخل ذلك العالم المجهري وهذا امر قد يعتبر امر او مأساة حقيقية انا شخصيا سبق لي ان فقدت كل صور طفولتي داخل قرص صلب لحاسوب قديم قد تعطل لي وللأسف حتى يومنا هذا لم استرجع لذلك في فيديو هذا اليوم ان شاء الله حببت ان اشارك معكم برنامج برنامج رائع جدا في استرجاع البيانات المفقودة من كل اجهزة التخزين بما في ذلك بطاقات الذاكرة مفاتيح اليو اس بي وكذلك الاقراص الصلبة طبعا الحالة عندما نتحدث عن برامج استرجاع البيانات هناك مئات البرامج لكن صدقوني القليل منها فقط هي برامج احترافية مثل البرنامج الذي سوف اشارككم اياه في فيديو هذا اليوم ان شاء الله فابقوا معي اذا احبتي سوف نتوجه الى الحاسوب ونختار اي متصفح كيف ما كان نوعه ثم نقوم بالصاق هذا الرابط الذي سوف تجدينه اسفل هذا الفيديو من فضلكم يعني قوموا بتحميل البرنامج من الموقع الرسمي الخالي من الفيروسات على العموم هذه واجهة الموقع يمكنك تحميل نسخة الويندوز او الماك على حسب الجهاز الذي تمتركه انا شخصيا امتلك الويندوز لذلك سوف احمل نسخة منه عن طريق الضغط هنا وهذه هي صفحة التحميل كما ترون يمكنك اما التحميل بالمجان يعني من هنا او يمكنك شراء النسخة الاحترافية المدفوعة او البرو يعني انا واياكم سوف نجرب اولا النسخة المجالية حتى نتمكن من تجربة قدرات هذا البرنامج بعد انتهاء تحميل البرنامج نضغط عليه ثم نقوم بتثبيته بطريقة سهلة وبسيطة كهذه معلكة والضغط على انستال ثم ننصدر عملية التثبيت الذي قد تستغرق بضعة دقائق على حسب قوة وكفاءة حاسوبك يعني هذا هو الفرق في الوقت المهم اخواني بعد انتهاء تثبيت البرنامج سوف نضغط على ستارت نو وكما ترون هذه واجهات البرنامج واجهة بسيطة جدا كما تلاحظون يسهل التعامل معها يمكنكم ان تلاحظوا ان كل الاقراص الصلبة ووسائل التخزين التي تتصل بعد الحسب كلها تظهر معنا هنا في واجهة البرنامج بسهولة دون الحاجة للبحث عنها او ما الى ذلك حتى اقراص السيستيم او اقراص الركوفري هذه الخافية في الويندوز فيتظهر في هذا البرنامج المهم يمكنك استرداد البيانات اما من سلة المهملات او من الديسكتوب او يعني من سطح المكتب او يمكنك اختيار اي ملف او مجلد فقدت به بيانات يمكنك اختيارهم من هنا من اجل استرداد هذه البيانات المفقودة من هذا المجلد طبيعة الحال هذا البرنامج فهو يحتوي على مميزات اخرى رهيبة سوف نكتشفها اذا اخوتي ادي واجهة الكمبيوتر او ما يعرف بالقصد الخفاي وهي نفس ما يوجد بها هو ما يوجد على هذا البرنامج حتى يسهل عليكم التعامل معه اضافة ان البرنامج يحتوي على ميزات اخرى اضافية المهم اخواني سوف اجلب اي بطاقة ذاكرة من التي امتلكها اربطوها مع هذه القطعة التي توصلها بالحاسوب ثم اركبوها على هذا الحاسوب الذي يشتغل عليه هذا البرنامج لاحظوا معي ظهرت معي بطاقة الذاكرة هنا تحتوي بالداخل على مجموعة من الملفات فهي شبه ممتلئة تقريبا اخواني دعونا ان نلقي نظر لاحظوا معي بها مجموعة من الملفات المهم اي شيء يركب على الحاسوب يظهر مباشرة ايضا على هذا البرنامج كما تلاحظون ما سوف اقوم به الان اخواني هو انني سوف اعمل فورمات لهذه الميموري كارد حتى اقوم بمسح كل البيانات من عليها من اجل القيام بتجربة اولية لتجربة هذا البرنامج لنرى ان كان يعمل بشكل جيد المهم لاحظوا معي هذه بطاقة الذاكرة فهي فارغة تماما من الداخل عدت الان الى البرنامج ثم سوف اعمل سكان بدأ الان البرنامج في استرداد البيانات كما تلاحظون عملية الاسترداد فهي جارية الان سوف انتظر الى حين يعني الانتهاء عملية الاسترجاع غالبا لما تستغرق بعض الوقت على حسب حجم الملفات التي تستردها او على حسب سعة التخزين الخاصة بالبطاقة الذاكرة او مفاتيح اليوسبي او الهارد ديسك الذي تسترجع منه هذه الملفات العموم اخواني عملية الاسترداد هذه قد تمت بنجاحه كما ترون لدي هنا الالاف من الصور التي استرجعتها وكذلك مقاطع الفيديو من بطاقة الذاكرة التي قمنا بعمل فورماط لها كالتجربة اخواني التجربة التي قمنا بها على هذا البرنامج كانت على النسخة المجانية الان دعونا نقوم بتفعيل النسخة الاحترافية لنجرب اكتر هذا البرنامج بطبع الحال يمكنك الحصول على الشراك اما شهري او سنوي او مدى الحياة او يمكنك يعني ان تقوم بشراء اشتراك هنا باستخدام بطاقة الماستر كارد او الفيزا يعني بطريقة سهلة وكأنك تشتري اي منتوج على العموم اخواني سوف اقوم بادخال هنا الكاي الخاص بالتفعيل سبق وحصلت عليه سابقا اقوم بلسقه هنا ثم اضغط هنا هو البرنامج قد تم تفعيله الحمد لله الان صارت لدينا هنا النسخة البروفيشنال جلبتها الان حاسوب قديم لاحظوا معي هذا الحاسوب فهو مغطى تماما بالغبار لانني كنت اخبئه لمدة طويلة جدا السبب يعني تعطل الحاسوب ان النار اشتعلت فيه هنا وهنا ايضا لدي زر يعني غير موجود اصلا ما قمت به هو ازالة الغطاء واستخراج الهارد ديسك الموجود بالداخل قمت بربطه مع اي وسيلة لربطه عبر كابل اليو اس بي مثلا هذه القطع فيتبع على الانترنت وهي رخيصة جدا تحول لنا الهارد ديسك الى اليو اس بي وادخله هنا مع الحاسوب الذي تواجد عليه هذا البرنامج اي برنامج استرجاع الملفات لاحظوا معي قد ظهر معي هذا القرص وهو مقسم الى نصفين كما ترون ظهر معي في الحين الان سوف اقوم بعمل سكان للقرص الاول من اجل استرداد هذه البيانات طبعا هذه العملية تستغرق بعض الوقت انا فقط اسرع لكم الفيديو يعني من اجل ربح الوقت العموم عملية الاسترجاع قد تمت بنجاح كما ترون تم استرجاع الكثير من البيانات المفقودة فعلا هذا القرص الصلفة ويحتوي على بيانات مفقودة لانني لم استخدمه لسنوات طويلة بسبب ان الحاسوب اصلا فهو معطل العموم هذه الملفات التي تم استرجاعها سوف اقوم باختيارها ثم اضغط على روكوفري من اجل يعني ادخالها الى الحاسوب سوف اختار اي مجلد من اجل حفظ هذه الملفات الان يتم استرداد هذه الملفات الى الحاسوب واشير ان عملية الاسترداد تكون بجودة عالية يعني نحصل على صور بجودة عالية جدا ونقع جيد للغاية المهم سوف اجرب احد هذه المجلدات بطبيعة الحال قمت باخفاء الصور يعني من اجل خصوصية مثلا هذه احد صور اخي ادم مثلا ما فجأني اكتر وهو هذه الصورة فاي قديمة جدا لاخي منذ كان يعني طفل صغير جدا هذه الصور يعني كنا قد فقدناها سابقا وهذه الصورة اخرى ايضا رائعة على العموم يمكنك استرجاع البيانات سواء من بطاقات الداكرة القديمة او من بعض الكاميرات الصغيرة كهذه الكاميرا التي اركبها مع الحاسوب وتظهر مباشرة على البرنامج كما ترون او يمكنك استرداد البيانات يعني من الاقراص الصربة وغيرها من الاشياء المهمة هذا البرنامج صراحة فهو فعال جدا يعمل ايضا حتى مع مفاتح الUSB يعني بشكل جيد جدا المهم اخواني هذا البرنامج يحتوي على مجموعة من المميزات الاضافية مثل هذه الميزة التي تمكنك من استرداد البيانات من كل اجهزة التخزين السحابية يعني التي تتواجد في المنازل التي تمكننا من التخزين يعني لاسلكيا او عبر الواي فاي هذا البرنامج يسترد البيانات من هذه الاجهزة بسهولة وبدون يعني التوصل بالكابل هناك ميزة اخرى وهي ميزة يعني اما اذا كانت هذهك مشكلة الشاشة الزرقاء او الشاشة السوداء او الحاسوب لا يقلع اصلا نضغط هنا ونختار اي مفتاح للUSB ثم ننتظر ان يتم اعداد برنامج خاص يقلع من خلال الحاسوب من اجل استرداد البيانات حتى وان كان يعني نظام الويندوز اصلا معطل لاحظوا معي اشغل الحاسوب اختار المكان الذي اريد ان يقلع منه هذا الويندوز واللي يكون يعني مفتاح الUSB هذا لاحظوا معي الحاسوب يحاول الاقلع وكأنه ويندوز على الرغم انه اصلا يقلع يعني من بطاقة الذاكرة فقط ولاحظوا معي تم الولوج الى البرنامج يمكنني الان ان اصرد اي شيء حتى وان كان الويندوز معطل ولن ننسى ان البرنامج يدعمل كثير من اللغات بمن في ذلك اللغة العربية وهذا امر رائع جدا حتى يسهل علينا التعامل مع هذا البرنامج